شكرك طبعا كابتن كبير كابتن اسامة حسني طبعا وبرحب بكل مشاهدة وجمهور النادي الالي في كل مكان استعدادات ويمكن اجواء كبيرة جدا متمنها ان شاء الله في مباراة الاهلي والترجي بإذن الله ان شاء الله كل التوفيق لنادي الالي في هذه المباراة على الجانب الاخر اكيد كل محب نادي الترجي بيتمنى التوفيق لنادي الترجي فهنحاول ان احنا طبعا نعرف ناضي الشرق التونسي للصحافة هناك بتتكلم عن ايه وكمان انطباعهم عن تواجده مصر هنا طبعا انا معايا بشرة سعيد ومالك الرقيقي طبعا نقاض راضيين في تونس براحب بيك طبعا على شاشة قناة النادي الالي يا عيشك مرحبا بيك وبالمصريين كلوا يتفرجوا فينا الكل اهلا بيك يا مالك اهلا بيك كابتن اهلا مرحبا مباراة عبعا اكيد الكل بيتحدث عليها استعدادات قوية جدا شوفنا الحقيقة ممكن بعض لقطات الفيديو ممكن الحماس الجمهور الكبير اللي راح وورى فريق الترجي هناك وكنا بنعمل اكيد هنا يكون في جمهور النادي الالي لكن شايف امر الجمهور ازاي وشايف تحفيز الجمهور النادي الترجي ازاي بالنسبة للردس هو الجمهور التونسي خاصة كان ديما حاضروا رات ترجي رياضي التونسي حتى كان في الربح او في الخسارة وخاصة في الخسارة يكون الترجيع اكثر واكثر وديما املهم موجود الفوز او للترجح مالك يعني احنا كنا بنرهن على جمهورنا يكون متواجد ان تعرف القيمة الكبيرة جدا لجمهور النادي الاهلي مهما كان العدد لكن تأثيرهم كان كبير شايف ان ده ممكن يباليه افضلية شوية مع نادي الترجي عدم وجود الجمهور بشكل كبير في مباراة الغد والله احنا كتوينسا كنا خاصة اللي جينا لهنا كنا نأملوا انه بشيكون جمهور الاهلي حاضر جمهور الاهلي بشي خلي المباراة احلى ربما يتكون نقطة ايجابية للاهلي عدم حضور الجماهير الأهل يخرج من الضغط خطر الأهل اللي هنا في المباراة تمتياها بشيكون هو الفريق اللي تحت الضغط بشيكون هو الفريق المطالب بأنه يترشح في ميدانه خصوصا بعد مباراة الذهاب الأهل يصبح عنده أفضلية على تراجي إذن ربما عدم حضور الجماهيري نجم يخلي الأهل يأرتح في المباراة هذين بشي يمكن اللقطة كانت رائعة جدا الوجود للكابتن محمود الخطيب الحياة بيستعبل أيضا وعلى عكس صحيح كان متواجد في تونس اللقطة دي بتستنتجيها ازاي ومردودها ورسالتها ايه من وجهة نظر طبعا اللقطة هذية بشي نقولوا منها لراهم أخوة مهما تكون المباراة أو مهما يكون الريهين كبير إنه ديما الفريقين هما الصديقة متاحهم أبعد من المباراة هذية ومهما بشي تكون النتيجة على الجانب الفني كيف ترى تحضير معين شعباني لفريق التراجي قبل المواجهة شايف حدرهم ازاي يكلم مع لعيبها ازاي وشايف فوقت نظرك من أداء نادي التراجي في المباراة اولا ازاي شوف كابتن بعد مباراة الولا ما عاد سنجمه نحكيه برشا فانيا كل شي بشي تلعب في الاذهين كل شي بشي يكون نفسي في المباراة هذية يعني ممكن معين يكون عنده تحذير للمباراة تحذير كبير برشا تقيقة لعبي سجل أهلي هدفي تغير كل شي ممكن كيف كيف بيتسو يكون عنده تحذير كبير للمباراة منذ البداية ترجي تسجل ورقة حمراء الاهلي كل شي يتغير نعرفه مباراة بالفار الديتاي ما انت يسر مهمين في مباراة كيف هكيه إذن التحذير الفني في أسبوع بيليت مباراة الذهب مباراة العودة مش بش يتغير برشا لكن التحذير النفسي وهذه كيف ما نرجع ونحكيه من الأول يمكن ما فعله جماهير ترجي لذي تونس على العكس ما روجه انه جماهير اعتدت على الفريق العكس ما روجه اشثار في تونس يمهير ترجي كانت حاضرة في تدريبات يوم الأربع وكان فما حضور تاريخي الجمهور الترجي في مباراة هذه كيف المباراة الأخرين كيف التدريبات الأخرين إذن نتصور الفريق اللي بش يكون حاضر ذهنيا أكثر هو اللي بش يضمن ترشحه لنهائي رابط الأبطال الأفريقي أخيرا طبعك ايه على استقبال المصريين هنليكو واستقبال جمهور النادي الأهلي ومن أول يوم وصولك انا شايفة الانتباع اي انتي ومال هو كان استقبال رأع حقيقة اي شخص يسمع بنا اللي احنا توينسة وجاين هوني يحاول يعاوننا لو ما نعرفش مكان ولا يحاول يدلنا على حاجة جاونا برشة عزمات وشكرا كثير على الاستقبال هذا شكرا حبيبي شكرا اكيد بنشكر طبعا نقادنا رادئين للتونسة طبعا بشرة سعيد ومالك الرقيقي على هذه التصرحات ويمكن انا كابتن اسامة طبعا عارف تدريب النادي الأهلي في هذه اللحظات الحقيقة للتركيز كبير جدا لكل لعيبت النادي الأهلي واضح من البداية واضح من النهاية ان شاء الله بإذن الله التدريب يكون جيد جرعة تدريبية يكون قوية لفيتس موسيماني واملنا كبير جدا ان شاء الله في العيب النادي الأهلي ان يكون الغد هو يوم من نصيب النادي الأهلي واتأهل ان شاء الله النادي الأهلي الى المغرب عود عليك كابتن اسامة